تيقى بالنفس هي شي حاجة اللي كناك نحتاجوها وخاصنا كنوك نطوروها ديما حيش انك تكون واتق في راسك اوطوماتيكا تعني ناجح كثر في حياتك وعندك علاقات زوينين وكينجاذبو لك الناس بزاف دايجا هدرنا علي كيفاش تكون واتق في راسك وتطور من شخصية ديالك واصلا يتشي علاشنا دير هذا القناة كاملة ولكن الفيديو ديال اليوم هنهضرو في علاشنا هم الاخطاء اللي كديرهم وكيدعفو لك تيقى ديالك براسك وقاعد ذيك الخدمات اللي ديرتي باش تطورها كتضربها في الزيرو حيش كتدير شي حاجة اللي العكس سماما ديالتيقها في النفس وهدو بجوجهم رقع ما كيمشو مع بعضياتهم والمشكلات الاخطاء هدو انت كتديرهم بلا ما كتحس وما كتعرفو مش اصلا واش هدوك اخطاء او لا لا ديك شعلش كتبقى كتديرهم بزاف ديال المرات قبل ما نبدأو بالنسبة للناس اللي بغوا فيديوهات ديال علم النفس راني مش يحبسون في خطراءه وانما غير ما كان اللوحش فيهم بزاف حيش كن بغيح تنقلب على شي حاجة اللي شكون هاربة عاد ندير عليه فيديو ما كان بغيش غير نعطيكم اي حاجة وصافي ديك شي عداش الفيديوهات ديال علم النفس كتعطوشي شوية وما تخافوش شعارونا وكل شي موجود وكل شي غادي يتفرج هالفيديو غادي يكون شاملت قريبا قاع الاخطاء اللي مخصكش تدير باش شبان واتق من راسك لما زي نطول عليكم كتر يلا ندخلو دياليك في الفيديو غنعطيك واحد جوز سيناريوهات اللي يقدرو يطراوليك او اللي يكونوا قاع طراوليك وقول لي انا واحد كيمتلك كتر او لا انا واحد كيمتلك كتر السيناريو اللي هو تخيل راسك انك داخل لواحد مقابلة عمل ودخلتي للك البيرو وانت حشمان ومه بتراسك للأرض ومتوتر جي جي تسلم على السيد اللي غادي يدير لك الانترفيو وسلمت عليه بوحدة سليمة ضعيفة بحل سلمت عليه شي ابنت وفيش بدك يسولك دوك الاسئلة الاعتياديين انت كتجاوب ولكن بوحدة الصوت اللي خفيف وكتقدر غير بشوية والصوت ديالك بينه فيه التوتر والخوف فكيشدك سترس وكتنسحتها لشنو كنتي بغي تجاوب وكتصدق غير شي تخر بايقة وفيش كتسالي كتخرج من داك البيرو وكتشدك واحدة راحة كبيرة وكتقول اخيرا انت فكيت من هذا الموقع في هذا ولكن غير كتخرج من ديك الشركة كتفكر الحقيقة المرة واللي انت يعارفها ومتأكد منها واللي يرى ما قاديش يعيطه ليك وما كينا حتى شي فرصة انه شي نهار يقدر يقولوا ليك اجي تخدم فكيشدك واحد نادم وكتقول علاش انا هكا وكون غيرك انت بحل الناس اللي واتقين براسهم كتر دابا ارى لي السيناريو الثاني واللي هو العكس تماما ديال الول كتدخل البيرو عند السيلي غادي يدير لك الانترفيو وانت داخل هاز راسك وكتافك عراضين مع واحد اللي بتسامة كبيرة ومن بعد ما كتسلم عليه تسلمة قوية من راجل لراجل هنا ديجا اعطيتي واحد الفرس امبريشن اللي واعر بزاف قبل ما كيبدي يسولك كتبدا تهدر معاها شوية كتقولو كيداير لاباس نارك مبروك فغير كيبدي يسولك كيشوف كتجوب بتلقائيو بواحد العفوية ومعند كماز خبي ومطلوق معا فكتسالي معا هذيك المقابلة بحل حتيش حاجة مطرات بحل غير مشيش يشربت يشيق هواب صافي وانت خارج ومتأكد باللي غادي عيط ليك حتيش عليش اللي ما غاديش عيط ليك وانت عطيشي واحد لنطيبه عديشي واحد لي واتق من راسه ويقدر يعول عليه الواحد فحتيت تقولي في التعليقات عين السيناريو مطابق عليك ولكن سواء كنت من الأول او من الثاني فهذا الفيديو غادي نصلحوه في هاتشي كامل ومع شوية ديال التدريب غاديشو اللي يناضي وشو اللي يحسن من ذاك التاني يقع سواء اول خطأ كتديره وكيبين انك مواتقش من راسك واللي هي الوضعية ديالجسد ديالك او البوستر بادي ديالك وايضا حتى الوغة الجاسد واحد العامي الاساسي بزاف اللي كيخلي الناس تحتار مكتبان واتق من راسك وبالاحته ما تقول حتى شي كلمه ولا ما يهضره معك اصلا واللي هي كيفاش كتوقف والطريقة باش كتتعامل بلغة الجاسد ديالك وممكن اللي كتبان واتق من راسك تر غير بشي حويش بساطة انت قدر تديرهم بحال ترد البالة الوضعية ديالك وتحاول تبقى موقفون قد وايضا كتافك خليهم عراضين ما تجمعوه مش عليك ولكن انت كتريني الحديد وكننصحك به صراحة حتىش كيقعد فيك بزاف ديال الحويش بغادي نظر على الفورما اللي تقدر تطلع تقدر تقدر فيها حتى كتافك حتىش هم واحد حاجة مهمة لكي كتبان من بعيد وخاصة كيكونوا عراضين فالمرة الجاي فيش جيد تدخل لشي بلاصة جديدة وتبغي تدير فيها واحد نطيبها عزوين وبالما تدر حتم عشي واحد خلوا انتهاء الزراسك بحال ديالك البلاصة رها ديالك وما تخاف حتمشي واحد وبتاسم للناس وحاول ما تدير شي تدك في الجيب ديال السروال إلا الي كانت جاكي طهانية ولكن خليك راد لبال الكتاف ديالك إلا بيت الشي قدر يجيك معنك في اللور وخاصك تقارد له مع البال دي ما ولكن غير حيته ما متعود يعلي وكراه مع المود دارة كتولي اصلا هذي كيالوضعية ديالك الأساسية وكتولي تدير هذي كله بلما تفكر فيها اصلا بحال كتنفس فأول حاجة خاصك تديره باش تبانواتك من راسك واللي هي تركز مزيان في البادي بوستر ديالك تاني حاجة اللي كتقتل تقيقة ديالك براسك واللي هي تبكير سيلبي في النفس ديالك ما كانشي شخص غادي يكون ضدك في الدراسك ديالك الشعور ديال ما قدرش ندير هذي ولا خلي ديالك شير مواليه انا ما كان عارفش ندير هذي ولا قاع واحد لما راش واحد اخونا قل لي انا ما كان ساهل شادشي وات؟ علاش شنو الفرقة ما بينك انتو ما بين هذك اللي كي الساهل انتوفنا دارك واكتر الناس اللي كيضيعوا فورص ذهبية اللي تقدر قاع تغير لهم حياتهم كاملة هما الناس اللي كتكون تقيقة ديالهم براسة ومضعيفة حياتيش ما كيضنوش انه ميس ساهل ودكشي وهذي اكبر حرب خاص كتدوز منه واللي هي انتظ الدراسك صراحة الحل دياله لمشكيلك يجي معاله وقت وساهل ولكن غادي نقول لك شي بلانات اللي غادي يعاونوك ضروري اول حاجة بدأت تقول حويت زوينين على راسك مثلا انت كتعرف تدير شي حاجة يا كتلعب كورة مزيان يا كتقرام زيان او لا كتدير شي خدمة زوينة غادي توقف قدام المرايه وغادي تقول اه علش انا كنعرف ندير هذه الحاجة بطريقة زوينة علش انا كنعرف اللعب كورة بزيان علش انا كنعرف الرسم بزيان هنا غادي تسوحب باللي راه عندك قيمة على ذلك شي اللي كان كيسحاب لك باللي راه انتا راك تسوى كتر وكتصاحق اي حاجة كتر من اي واحد اخر وتقدر قاعد تكون حققتي شي حواج ناضي في هذه الحياة ولكن غير حيتي اجدازة عليهم مودة مبقاش عندهم واحدة عمودة الحلاوية ديالهم والكل راه كيبقى حقيقة ديال انك راك درتي مجهود فيهم نبغي كتد برقة وكتب قاعدك شي لحققتي واللي كنتي فاخور بي وكنتي فرحان فاشطرة غير غادي تساهلي وتشوف ديالك شي اللي درتي غادي تحس براسك قادر تعتكتر والتيقة براسك غادي تزال حتاش عرفتي باللي راك عندك قيمة وراح تشي واحد محسن منك حتى بشي حاجة ثالث خاطأ اللي كيدمر التيقة ديالك براسك واللي هي انك تقلس بزيان في السوشال ميديا انا درعلاد النقطة بوحد الشكل اللي مختصر وضغيه ضغيه ضغيه حتاش ديجا دير واحد الفيديو كامل غير على انستغرام وكيفاش كيخرج لك على حياتك في السلال الفيديو سير شوفو حتاش كيس سهل صراحة فيديو ناضي بزيف صو علاشي لقصي في السوشال ميديا بزيف حتاشي كيأثر على التقيقات ديالك براسك حتاشي حتاش كتبدا كتقارن راسك بالحياة ديال الناس وبحياة ديال صحابك وخا تقول لي لا لا اقارن ولكن راسك لا يمكن لا تقارن لان سوف تشوف راسك عايش واحد الحياة ديال تحت وكتشوف احد اخر تعرفه عايش حياة فشكله فضروري تبدأ تقارن وتشوف هو عنده هادي وانا ما عنديش شوف هو زويم حالك وانا لا وخا تقدر ما تقول هاش ولكن راسك في العقل لوعي ديالك يقول هاتشي حتا كتبدا تتقيق باللي صافي راح حياتي وهو راح حسن لحياتك انتهي فيلش فتراسك تقارن بينك وبين الناس خورين فهذا اكبر سبب علش انت ميمكن لكش تكون واتق من راسك ولكن الحاجة الزوينة انها غير غادي تبدأ تفهم باللي راح حياته مرمشي متالية كيف ما كتبلك انتهي وانما فقط مع التصوير المناسبة والوقت المناسب كتبلك بحلاكك اما هو راح عايش عادي بحاله بحالك انتهي ورابح حاجة اللي غادي تعاون كتطلع التقيق ديالك براسك واللي كنت كنخدمه بزاف انا براسي واللي هي تحتافل باي انجاز درتيه احسن حاجة باش تحتافل باي حاجة حققتها سواء صغيرة او كبيرة حسن ما تفكر في شي غالط كنت درتيها قبل فاشتراع لك شي حاجة زوينة خرج عرض على الدراري قصة براه ولا دير شي حاجة ما كديرهاش ديما شري لراسك ذيك الحاجة اللي كنت ديما بغيت شريها ولكن كنتي كتقول باللي را غير غادي نضيع عليها الفلوس وصافي لا صير شريها حياتيش كتسهل وما تحقر شي حياتيش حياتيش يراه كيعطيك واحد طاقة اللي كبيرة وزايدة وكيطلع المورال ديالك بزاف باش تقدر تدير ماكشر وغادي طبعا يعزز تيقى ديالك براسك وخامس واحسن طريقة باش تطور تيقى ديالك براسك واللي هي تهلاف راسك وتهتم براسك النيس الشيفاش كتهلاف راسك وكتكون كتريني وعندك واحد ضايد زوين وشاري شي لبس زوين اللي مرتاح فيها وعندك اهداف ديالك واضحين وخدام على راسك كتلقى باللي كيجيك انك ساهل تكون واتق من راسك انا ما كنقول لكش باللي ما تقدرش تكون تايق في راسك لكن انتي ضعيف وما كنت تهلاش في راسك ولكن صعيب بزيب حياتيش انت بعد اول حاجة ما راضيش على راسك غير انت عاقزان تنو تدير شي تغير اما فاش كتكون مهلاي في راسك وعاج بك راسك وعارف اش كتدير فاش كيخلي واحد فارق كبير ما بينك وما بيشي واحد اخر وكيجيك ساهل انك تكون تايق في راسك فكان حسب لي هذي اهم حاجة صراحة في الشي كامل اللي بغيتي تكون واتق كتر وخاصة فاش كتكون كاتريني وكتب دا الفورما ديالك كتبان سواء كنت بنت ولا دري سمحوا لي لكن صوت ديالي شوية عيان حياتيش صراحة كان ريكورديت شي معار بعضي الصباح حياتيش بغي مواد ناركا عندي بلان او ملقيت حتى شي وقيته فين قدر نديرش فيديو وما كانش شي وقيته حسن من هذي يلي لقيته فقادي نحاول نمون طاعد الفيديو دغية دغية باش يكون واجد لكم اليوم وما فضل بقيت اللي كتشوفها فيها دابا هنا غا نكون وصلنا لنهاية ديالت الفيديو وقول ليش ماش بغيك تشوف الفيديو الجاي ما تنسوش دوزو عندي الانستاغرام ونشوفو فيديو جديد و peace